اهلا بكم معكم النهاردة هنتكلم على الرومتود والحمل طبعا زي ما كلنا عارفين الرومتود بيسيب السيدات اكثر بكثير من الرجال الرومتود بيجي للسيدات بنسبة 3 الواحد كل 3 سيدات الرومتود يجي الراجل فالرومتود موجود بنسبة جميلة جدا عن السيدات مقارنة بالرجال الرومتود بيصيب السيدات في عمره معين وهو مرحلة منتصف العمر مرحلة منتصف العمر دي لي من 20 إلى 40 سنة مفروض السيدة في المرحلة ديات الـ 20-40 سنة بتتزوج وتأحمل وحاجات زي كده فالمهم جدا في الفترة دي تنعرف علاقة الرومطيد بالزواج وعلاقة الرومطيد بالحمل في احتياطات للسيدة اللي عندها الرومطيد لازم تلتزم بيها قبل الحمل وأثناء الحمل وبعد الولادة أول حاجة قبل ما تتجوز هل مريضة الرومطيد تتجوز أهل تتجوز ما فيش أي مشكلة ما فيش ما فيش كلا أي مشكلة بالنسبة للزواج لمريضة الرومطيد ولكن في حاجة مهمة جدا اللي جاي يخطبك أو جاي يتجوزك لازم تخبريه بالمرض اللي عندك وده حاجة مهمة جدا كثير من المرضى وكثير من الأهالي مش بيخبروا اللي جاي يخطب بنتهم أو اللي جاي يتقدم لها إن عندها الرومطيد وده يعني شرعا لا يجوز وقانونا لا يجوز ولازم تخبري اللي جاي يتجوزك بالمرض اللي عندك وده حاجة يعني مهمة جدا عشان بعد كده يبقى عارف ظروف مرضك وعارف ايه العلاج ان انت عمدك مرض بيتخذ له علاج باستمرار مرض الروماطويد بسبب التهاب بالمفاصل لو علجنا المرض ده هتعيش طبيعية تماما هتعيش كأنه ما عمدكش حاجة ما فيش مشكلة في الجواز هتتجوزي هتحملي هتخليف فيش اي مشكلة ولكن لو معلجناش المرض والمريضة ما اخدتش علاجها ممكن المفاصل تتشوه وما تقدرش تقود حياة طبيعية في حياتها بعد كده فاخبار الخطيب او اخبار اللي جاي تقدم لك بطبيعة المرض اللي عندك وده مرض علاجه مستمر مستمر مدى الحياة علاجه مش هيتخذ فترة يتوقف لو قفنا علاجة من الروماطويد هيحصل تشوه في المفاصل تقولوله حاجة زي كده قبل الوضع زي ما هو وقبل انه يتجوزك على الوضع ده كان بها ما قبلش خلاص في غيره كتير في ناس كتير جدا ممكن تتقدم لك وتتجوزك ناس كتير جدا من الاهالي بيجي الروماطويد اللي بنتهم بتجزع وبتدايق وبتخاف وتقول البنت مش هتتجوز لأ ما فيش اي مشكلة بس مهم جدا انت تخبريه بحاجة زي كده واحد ممكن يتجوزك وبعد كده يقولك ما قلت ليش وتحصل مشاكل وطلاء وحاجات كتير جدا انت في غينة عنها فاخبار الخطيب او اخبار اللي جاي تقدم لك بحاجة زي كده ده اهم حاجة ودي اهم معلومات لازم قبل الزواج تاني نقطة قبل الحمل وقبل الجواز لازم امتى المريض الروماطويد تحمل تحمل اما يكون المرض هادي عامدها لمدة من 6 لتسع شهور يعني من 3 لتسع شهور المرض يكون هادي مفيش اي نشاط ساعتها ممكن المريضة تحمل طبيب الروماطيزم اللي بيعالجك هيقولك ان المرض هادي في الفترة دي بالنسبة لمقياس نشاط المرض اللي بنقيس به مرض الروماطويد بنقيس عدد المفاصل الملتهبة عدد المفاصل الورمة التحاليل بتاعتك لو فات عليك من 3 ل 6 شهور والوضع ده كويس والدنيا عندك كويسة مفيش اي مشكلة في الحمل فالحمل بعد توقف نشاط المرض بعد ما نشاط المرض يكون قليل ده اهم حاجة ماينفعش تحملي ونشاط المرض يكون زيادة ممكن يكون مشاكل بالنسبة لك ومشاكل بالنسبة للجنين ده اول نقطة ده الحاجات المفروض نحططها او الاحتياطات الموجودة قبل الحمل وقبل الجواز طب اثناء الحمل بقى اثناء الحمل فيه ادوية معينة بتتاخد اثناء الحمل طبيب الروماطيزم هو القضرة بالادوية اللي بتتاخد اثناء الحمل كثير جدا من اطباء النساء والتوليد تروح لهم المريضة اللي عندها الروماطيود يقول لها الادوية دي ممنوعة في الحمل الادوية دي هاتشوالك الجنين طبيب الروماطيزم هو اللي دريس الموضوع ده وهو اللي عارف الادوية اللي تتاخد في الحمل والأدوية اللي ما تنتخدش ما ينفعش طبيب النساء أو طبيب النساء والتأوليد هو اللي ياخد قرار العلاج اللي تاخديه والعلاج اللي ما تاخدهوش فأدوية كتير جدا بتتاخد في أثناء الحمل من الأدوية دي الكورتزونات والكرتزونات هي مش علاج أساسي قوي للروماتويد ولكن بنديها في أثناء فترة الحمل لأنها آمنة على الحمل آمنة لحد أربع حبات خمسة ميلي جرام يعني ممكن ندي المريض عشرين ميلي جرام كل يوم ما فيش أي مشكلة المشيمة بتاعت الجنين بيكسر في المشيمة بتاعت الجنين ما بوصلش للجنين ويعمل له أي مشكلة وبالتالي لو دينا الكورتزوم بجرعة أقل من عشرين لأقل من عشرين ميلي جرام ما فيش أي مشكلة على الحملة والمريضة لو مشت علىها طول الحملة فهاش أي مشكلة في أدوية تانية بتتاخد في أثناء الحملة دواء زي مثلا زي السلفة سلزين أو السلزوبيرين بالاسم ده في السوق ده بتاخد أربعة قرص في اليوم في دواء تاني زي الهيدروكسيكلوروكين البلاكونيل أو الهيدروكين ودي أدوية آمنة جدا وما فيش أي مشكلة في أثناء الحمل فالأدوية دي لو دناها في الحمل ما فيش مشكلة بالنسبة للعلاج البيولوجي هو فيه نوع آمن جدا وبتاخد في أثناء الحمل اللي هو السيرتيلوزوماب أو السيمزيا وده علاج مكلف شوية وغالي شوية ممكن يتاخد أثناء الحمل ولكن في نقطة مهمة جدا إن مرض الروماطويد بيهدى في أثناء الحمل أثناء الحمل السيدة الحامل بتقلل نشاط مرض الروماطويد ولكن ده مش قانون كثير جدا من مرض الروماطويد المرض ما بيهداش أثناء الحمل وبالحكس ده نشاطه بيزيد ولكن حوالي ستين لسبعين في المية من مرض الروماطويد المرض بيهدى تماما وكثير من المريضات اللي عندهم الروماطويد في أثناء الحمل بياخدوش علاج بيوقفوا العلاج بيوقفوا العلاج بيوقفوا العلاج تمام ولكن محدش يوقف علاجه اللي بناء على استشارة طبيب الروماطويد ممكن تمشي على أدوية بسيطة لأن انت لما بتوقف الدواء بعد كده ما هتكلم بعد الولادة ممكن المرض ينشط تاني فلما تاخد الدواء بتاعك في أثناء الحمل بتحمي نفسك من مشكلة زيادة نشاط المرض بعد ما تولدي فما توقفش علاج أهلا بناء على استشارة طبيب الروماتيزم زي ما قلنا المرض ممكن نشاطه يقل جدا وده اللي بيحددها طبيب الروماتيزم بناء على التحاليل والكشف بتاعي ممكن يصاحب الحمل ارتفاع في سرعة ترسيب لو لدينا سرعة ترسيب عالية في أثناء الحمل فده مش مشكلة سرعة ترسيب الحمل أساسا ده يعني موجود في جسمك التهب ده الحمل اللي موجود ده اعتبر التهب في الجسم حاجة غريبة موجودة في الجسم فممكن سرعة الترسيب تعلق شوية في أثناء الحمل فده مش معناه زيادة من نشاط المرض ولكن هو من الحمل فده الاحتياطات الواجب تفرها في أثناء الحمل أثناء الولادة لو عندك مشكلة في مفصل الحوض تولدي قيصري فالولادة القيصري لو في مشكلة في مفصل الحوض أو مشكلة في المفاصل ممكن تولدي قيصري أحسن من الطبيعي ما فيش مشكلة في مفصل الحوض الولادة الطبيعية ما فيهش أي مشكلة طبعا كل الناس بتولد قيصري والقيصري بقى أسهل لمعظم الناس دلوقتي ومعظم الولادات دلوقتي ولادات قيصرية بعد الحمل وأثناء وبعد الولادة مهم جدا لو المرض نشاطه زاد وده أكثر المريضات اللي عندهم الروماطويد نشاط الروماتيزم بيزيد جدا بعد ما تولد بعد ما تولدي لو نشاط المرض عندك زاد لازم تروح لطبيب الروماتيزم طبيب الروماتيزم هي حدد اذا كان هتردعي طبيعي ولا صناعي في ناس للأسف بتنشف دماغها وسيدات بتنشف دماغها وتقولك انا لازم ردعه الطفل مش هيحصله ضرر ومش هيحصله مشكلة لو رضح صناعي انت ممكن تحصل لك مشكلة ومفاصلك تتشوه والمفاصل تتاكل لو ما اخدتيش علاجك الروماتيزم بينشط جدا بعد الولادة والمفاصل بتورم وتجينا المريضة بعد اسبوعين بعد شهر بعد شهرين تقولك انا كنت كويسة جدا في اثناء الحمل بعد ما ولدت نشاط المرض زاد علي ومعوش عارف حرك مفاصل المريضة ديت لازم توقف في الرضاعة ولازم تاخد علاجها مزبوط لو لقنا الدنيا كويسة وما فيش الاتهابات شديدة في المفاصل والمفاصل ماشية كويسة ما فيش اي مشكلة تاخد نفس العلاج اللي كانت بتاخده في الحمل تاخده في اثناء الرضاعة الكورتوزون الهيدروكسيكلوروكين مادة السلازوبيرين او الصالفالسلازين العلاج البيولوجي ممكن يتاخد في اثناء الرضاعة اللي هو السيمزية بعض الابحاث دلوقتي بتقولي ان كثير من الادوية البالوجية زي الامبرل زي الرمكيت بتتاخد في اثناء الحمل واثناء الرضاعة ولكن ما فيش اثباتات قوية على حاجات زي كده وناخد احتياطاتنا وناخد الحاجات الامنة في اثناء الرضاعة بتردعي والدنيا كويسة كان بها ما فيش المفاصل ملتهبة تورم مفاصل زاد كشفت عن طبيب الروماتيزم قالك توقف الرضاعة لازم توقف الرضاعة وتاخد علاجك مزبوط العلاج هيحمي تشوه المفاصل هيحميك من مشكلة ممكن تحصل في المفاصل على المدى البعيد ده بالنسبة لمرضات الروماتيز والحامل والزواج لا تنسوا الاشتراك في القناة شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم